قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آبوا معك من قررتنا أو لتعوذون في ملتنا قال ونأخونا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذن أجعل الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانتخير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئي لتبعثوا شعيبا إنكم إذن خاسرون فخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار بيات من الذين كذبوا شعيبا كأن لم يونوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأنهم من خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أعطوكم رسالات ربنا سهلكم فكيف آس على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبساء والضراء لعلى هم يضرعون ثم بدلنا مكان سيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قوم سآبانا الضراء والسواء فأخذناهم بغدتهم ناشرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقعون فتحنا عليهم بركاتهم من السماء والأرض ولاتهم ونكذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهنا إنون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم من بأسنا ضحاهم وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يرمون مكر الله إن القوم قاسرون أولم يهدر الذين يريزون الأرض من بعد أهلها أنه نشاء واصلناهم بذنوبهم نطبع على كلهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بكبينات فما كانوا ليقلوا بما كذبوا من قبل كذلك يطمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهدهم وإن وجدنا أكثر من فاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أكون على الله لا الحكم قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عساق فإذا هي ثعبان مبين ونزع يذه فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملئ من قوم فرعون إن هذا لساحر عظيم يريد أن يخرجكم من أوركم فماذا تأمرون فماذا تأمرون قالوا أرجه وآخاه ورسل في المدائن حاشرين يأتون كبير لساحر عظيم وجاء السحر فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقار نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إن أن تنقى وإما أنكم نحن ممكن قال أنقوا فلما أنقوا سحروا أعين الناس واسترهمهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن أنقع صاقف إذا هي تنقف ما يافقون فوقعا حقوا وطن ما كانوا يعملون فغلبوه نالك وانقلبوا صاغرين وهم كان سحروا ساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكم مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون تذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا دينا من قبل أن تأتينا أمن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهرك عدوكم ويستخلفكم في النوض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من أثمرات لعنهم يذكرون فإذا جاءتهم حسنة قادرنا هذه وإن تصبهم سيئة من يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن نترهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قم المجرمين ولما وقع عنهم الرجز قالوا يموسى لعننا ربك بما عهد عندك لإنك شفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بارغوه إذا هم ينكثون فانتقرنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورث من قام الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتغمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعرفون على أصناب لهم قالوا يموسى جعلنا إلها كما لهم آلها قال إنك القوم تجهدون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلا هم وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعاني أسهمونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحرون نساءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم ووعدنا بموسى ثلاثين ليلة وأثمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أن ننظر إليك قال لم تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانهم فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا والمؤمنين قال يا موسى إن نصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الواحي من كل شيء موعدة وتفصيل لكل شيء فخذها بقموة وأمر قومك يفردوا بإحسانها سأريكم دارا فاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغل الحد وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافرين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هديو الزون إنما كانوا يعملون واتخذ قوض موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار ألم يرغى أنه لا يكلمهم ولا يهدهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سفط في أيديهم ورعوا أنهم قد ظنوا قالوا إنهم يرحمنا ربنا ويغفرنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبا سفا قال بئس ما خلفتموني من بعده عجلتم أمر ربكم وأنقل الواحى وخذب لأسي أخيه يجره إليه قال النأم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلهم عن قوم الظالمين قال ربك في لي والأخي والخلا في رحمتك وانترحون الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم الضضب من ربهم وذلةهم في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عرضوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآبدوا ربك من بعدها لأفر رحيم ولما سكت عن جوس الغضب واخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم مرهبون واختار موسى قوهم سبعين رجل من مقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال ربنا وشيد هنكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفلنا وارحمنا وانتخل مغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إنيك قال عذاب أصيب به من أشاء ورحمة وسيعد كل شيء فسأكتب على الذين يتقون ويتقون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونأهم عن المنكر ويحبونهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعونهم إصرهم النغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا الولى الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذين هم منك السماوات والأرض لا إله إلا هو ينحي ويميد فآبنوا بالله ورسوله نبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وتبعوه لعلكم تهددون ومن قمئهم سأمدون يهدون بالحق بهيادن وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى المسايد ستقهم قومه أن يضرم أساق الحجر فانبزست منه اثنتين عشرة عينا قد علمت الأناس المشربة وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم الغمان والسلوا كل من طيبات ما رزقناكم وظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم أسلوا هذه قرية وكلومنا حيث شئهم رفضهم وكلوا حتوة ودخلوا الباب سجلنا نغذل لكم خطيئاتكم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي قالت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حتانهم يما سبتهم شرعا ويما لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيدون قوما لله مهلكم وهو عذبهم عذبا من شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ونعلهم يتبون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنهم قلنا لهم كنوا قرية خاسئين وإذ تأذن ربك لأبعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوءا سوءا عذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه نغفور رحيم فخلف من بعدهم خنف ورث كتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثلهم يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يكونوا على الله إن الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخير وفيرهم الذين أن تكون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا صلاة إنا لنضيغى المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه دنة وظنوا أنه واقع بهم كذوا ما آتيناكم لقومة وذروا ما فيه لعنكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذر يدهم وشهادهم على الفص ملسوا في ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وقومنا ذر يتم من بعدهم فتهلكنا بما فعل المنطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبه الذي آتيناه آياتنا فإن سلخ منها أو شيئنا لرفعناه بها ولكنه أخذر إلى الأرض واتبع هواهم فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليها الهث أو تتركه ينهذ ذلك مثلوا القوم الذين كذبوا بآياتنا فالخصص القصوص نعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي له فهو المحتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ونزلهم قلوبون لا يفخوفون بها ولو أعلموا لا يبصرون بها ولو ما بل لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله أسماء حسن فادعوه بها وذروا الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يملع وممن خنقناهم ما دون يهدون بالحق به أدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خنق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب جنهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلر الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتي يكون بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن فرى الناس لا يعلمون قل لا أملك نفسي نفعه نظرا إلى ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلطكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حمدا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون أي يشركون أما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا استطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوه من الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم ودعاكم وهم أمنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبون لكم إن كنوا صالحين ألا هم أرجل يمشون بها أمنوا أيدي يمطشون بها أمنوا أعين يمسرون بها أمنوا أذان من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوه إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرون خذين عاشوا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنهم سميعون آليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرون فإذا هم ينصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا ينصرون وإذا لم تأتهم بآياتهم قالوا لو نجد بيتها أقول إنما تبعوا ما ينحى إليهم ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة النقام يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدور والآصران ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبعونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكنا الله وجلت قلوبهم إذا تنيت عليهم زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم من فقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربه ومغفرة ورزقهم كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين كارهون يجادرونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظلون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكر تكون لكم ويريد الله ويحق الحق بكلماته ويقطع عذابنا الكافرين ليحق الحق ويطين الباطل ونوكرها المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله من لا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم أنه عاسم نتمنه وينزل عليكم من السماء ما أن يطهركم به ويلهب عنكم رجز الشيطان وليربطوا على قلوبهم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنقف في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوقلعناكم واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاغم الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فضوقوا وإن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقلوا الذين كفروا زحفا فلا تملهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دوره إلا متحرفا من قتال وتحيزا إلى فئة فقد باء بغضلهم من الله ومأوىه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع علي ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فأدبوا شيئا ولو كثرة وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين منوطعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنهم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سمود بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم عرضون يا أيها الذين آمنوا استزيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم واعلموا أن الله يحور بين المرء وقلبه وأنه إليه دشرون والتقوم فدنة لا تصيب أن الذين ظلوا منكم خاصة واعلموا أن يكون شديد عقاب واذكروا إذ أنتم قرنوا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم من أصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلموا أنما أموالكم وغلادكم فتنة وأن الله عندهم أجر نظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيادكم ويغفر لكم الله بالفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوه ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قل سمعنا لو نشاء ونكرنا مثل هذا إن هذا إلا أساطر وليل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أبئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبا وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وكانوا نياء إن أولياء إلا المتقون ولكن نثرون يعلمون وما كان صلاةهم عند البيت إلا مكاء وتصلي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا منفقون أما لهم يصدروا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك الخاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مغلاكم نعم المولى ونعم النصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر